هاتفة معنا دكتور طلعت عبدالقوي وهو عضو مجلس أملاء الحوار الوطني أهلا بحضرتك يا فندم أهلا وسهلا يا فندم أهلا وسهلا يعني حضرتك بتقرأ هذا المشهد إزاي ما يحدث؟ يعني طبعا قراءة المشهد قراءة بأس واضحة جدا بالنسبة لجميع طبعا موقف إسرائيلي متقاطس بربري يعني استعماري صغيوني يعني طبعا موقف للدول الغربية وموقف الأمريكاني موقف مغزي موقف يعني النظامات الإنسانية ونظامات حول الإنسان كان دائما تتشطخ بحول الإنسان النهاردة يعني مغمض عنها خالص يوم تتحدث عن ما يحدث لأطفال غزة والإنساء غزة وشو غزة موقف مصري محترم وقيادة محترمة الرئيس عبدالسيسي بيخود المسألة بحكمة وقردار وعقلانية والتزام بالمعاعدات والتفاقيات الدولية وأيضا التزام مصر نحو القضية الفلسطينية الرئيس أعلن يعني منذ الظهر الأولى أن مصر معنية بالقضية الفلسطينية والقضية الفلسطينية خضية يعني خضية وطن بالنسبة لنا وأيضا موقف سابت ودستوري بالنسبة لنا أن حدود مصر مصر دولة سيادة دي تبقى للمدة واحد من الدستور وحدودها طبعا لا تمس ولا يمكن اعتداء عليها ولا يمكن موضوع التأجير القصري اللي هو إسرائيل بتحاول تسعليه سواء للغزة أو بعد كده للطفة الأربية دي مسألة للأردن لا دي مسألة مرقودة ومتفخ عليها أيضا الموقف المحترم للمجتمع المدني في مصر اللي هو منذ اللحظة الأولى ومية وستة قاطرة بتذهب إلى العريش وشباب متطوع رائع موجودين ومرابطين منذ اللحظة الأولى ومصرين أن هي المساعدات تطفق إلى أخواتهم في غزة كل دي مواقف وطنية مجلس الشيوخ بالأمس ونهاردة احنا لسا مخلصين جدسة مجلس النواب يعني جلسات ساخنة جدا وكل الأطياف المجتمع يعني ممكن أن نحصل معارضة مع الأحزاب الأغلبية كل نهاردة التفق قد نختلف في بعض الأمور الاخصالية الأمور المجتمعية ولكن كان فيه اتفاق كامل من الجميع يعني احنا ووقت الوقت لدينا السياسية ووقت الرئيس عبدالفتاح السيسي في موقفه الوطني الصارم القوي اللي هو يعني صداعا هو فرض نفسه وفرض بلنهارة التحاد البرنامجات العربية في العريق بيعلن أن موقف مصر موقف مشرف وموقف موقف محترم احنا بالنسبة لنا القضية السفلسطينية ليس القضية تكملية وليس خضية شفلية ولكنها خضية وطن وخضية يعني احنا مرتبطين بها هذه الخضية خروج شعب المصري بالامس وخروجه اليوم وخروجه غدا ان شاء الله بلقول للرئيس كلنا أن احنا الرئيس مفوضينه ورغم أن الرئيس تبقى للمادة 142 من الدستور والقسم اللي هو أقسمه أنه هو المعني والمسؤول عن حفاظ عن أمن وسلامة الوطن وأن أيضا الرئيس تبقى للمادة 25 من الدستور اللي هو المجلس الأمن الطاومي اللي هو النهاردة معني باتخاذ أي خرارات في حالة دوارس أو الأزمات أو المشاكل الكبيرة جليا احنا طبعا مفوضين الرئيس سقطنا فيه واختنا في حكمته وفي قيادته لابد منه للإسرائيليين وده كلام ده تأل في جهة 18 يوم من يوم ما يعني انتم يعني خلاص الآلية الإسرائيلية والجيش الذي يقهر قهرة بكده من خمسين سنة 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 وقهرة يوم سبع أكتوبر ومجموعة من الشباب الفلسطينيين بنقول أنتم عشان تريشوا في أمن وسلام يعني المجال مفتوح بعد كده المجال مش حكمة مفتوح يقوب احنا يعني السرائبين نهاردة نهاردة يعني استرادوا جرائم حرب بكل المخيصة وكل معيين ما تم فيه على المستشفى المعبداني دي جريمة حرب يعني كاملة الأرقان بتفكرنا بجريمة بحر البار ما أيام في ستناك يعني عايزة أقول النهاردة لا إحنا إن شاء الله يعني مصر والنهاردة مصر بقت قبلة للعالم كله النهاردة المتشار الألماني النهاردة الأمم المتحدة الأمم المتحدة كل زعماء العالم دي ونهاردة مصر هي النهاردة بقت فيها قبلة الجميع وانا بقوله وأكد أن الحل لن يأتي إلى المنطرين مصر وإلا طريق الرئيس عبدالله اللي واخد صغة النهاردة العرب كلهم والشعب الفلسطيني كله يعني بيقولوا الله مصر هي اللي وافت معنا وهي اللي بساعدنا وموقف كان صريحا وواضحا احنا بنحترق باتفاقياتنا وموعداتنا التولية نعم ولكن احنا بنقول للآخرين الاتفاقيات ليس من طرف المواحد ولكن الأطراف أو الترافين أو الأطراف يكون مرتبطة بيها احنا النهاردة بنأكد على أن احنا طبعا يعني وقفين مع رئيسنا كلنا مصر كلها وقفة بل الأمة العربية كلها وقفة وإن شاء الله فلسطين بإذن الله حتحرك القضية وبإذن الله فلسطين حترجع كما كانت قبل حدود قبل سنة سبعة ستين يعني أنا خلاص بقول بأكد لحضرتك أن الشعب المصري يعني تكاتفه واتحده خلف غياته السياسية وانضرنا مال اليوم والمجل الشيوخ من الأمس ودي طبعا موقف وطني الكل بيلتاب في حولين غياته وهي قيادة وطنية قيادة شريفة قيادة مؤمنة قيادة قوية تعمل ليلة نهار وإحنا كلنا وراء الرئيس ومعيده ونقوله يعني أنت أي قرار تأخذه إحنا كلنا مفقين عليه لأنك لن تأخذ إلا القرار الصغير في نصحة الدولة نعم بشكر حضرتك دكتور طلعت عبدالقوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني شكرا جدا لوجود حضرتك معانا ترجمة نانسي قنقر